شيء آخر اترك الدينونة لالله الله هو الديان مين وضعك انك انت تحاسد طب ما فيه محاكم تخلي المحكمة تحكم هو يعني مباشرة يعني من جيب الشخص ومن دينه بعد دين صار زي فريق برافو يعني انت نصرت الاسلام ينصر دينك مش نسمع هاي التعبير ليه اين المحبة اين الغفران اين المسامحة تعرفوا غاندي قال لو اردنا ان نقلع العيون كل العالم بصيره عميان فاذا احبائي يعني لما بتغزي الحقد خلاص الكراهية بتصير في الانسان والكراهية بتعمل عين بعدش يشوفه الحق بشوفه باطل والنور بتصير ظلمة والخير شر وبشوف كل الناس يعني احقر واقل وبيقلل من شأنهم ليه لانه من جوه عم بغزي الحقد وكيف تغزي الحقد يعني احكي لك كيف ممكن اغذي المحبة اغذي المحبة عندما اصلي بالصلاة لما انا بتصلي الله بيغمرني بحضوره فلما بنتهي من الصلاة مش رح اضرب المضيف بالعكس رح اعانق الشخص الاخر احبه كيف انا بمتلق من المحبة عندما اقرأ بالكتاب المقدس من كلمة الله كلمة الله بتبكتني كلمة الله هي المقياس اللي بتخليني فعلا احاسب نفسي واقيم نفسي واتوب عن خطياي فاتجدد ويتجدد ذهني كيف ممكن امتلق من المحبة عندما اتشبه بيسوع المسيح عندها ادرك انه كل انسان مخلوق على صورة الله ليه اقتل الانسان طبما القتل يسوع قال انه الشيطان كان ذاك قتالا منذ البدء يعني هو الاساس القتل واللي بيقتل يعني الشريعة بتحكم يعني انه القتل عقابه الموت فاذا ليش تقتل شخص طيب سوف اقولك انك تعملت عمل بطولة طب ليه تقضي كل الابدية في جهنم النار تتعذب مليارات السنين على ايه اخدت حياة انسان ليه طب يمش عنده ولاد عنده بيت عنده عيلي مش انسان وهل كل اهانة صار لازم القتل والموت والكذا اين الشجاعة اين القوة اه الا اذا انا عايش برعب وخوف طيب تعال المسيح المسيح بيحررك من الخوف بيحررك من الرعب بيحررك من كل قيود عندها تحب الاخرين تحترم الاخرين وتقدم الاخرين انا بتكلم على الناس اللي بيستخدم الدين لمصلحتهم الشخصية مش بتكلم على كل انسان وهذا طبعا الرسالة للمسلمين وللمسيحيين يمكن المسيح عنده كراهية بس لانه محدود في دولة محدودة او في قوانين محدودة بتحددوا مثلا في الدول العربية هو عم بيقتل بس من جوه عم بيكره عم بيكره الشخص التاني وبيكره بسبب ما فعله دائما بحس انه هو اقلية وعم بيهان في المدرسة في الجامعة في العمل من جوه عم بيقتل الكراهية فلم برضو محتاج يتحرر من الكراهية من يبغد اخاه فهو قاتل نفس